السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا راح يكون عن الCollection Types في الكوتلين طبعا احنا لما نتعامل مع البيانات فالبيانات اللي احنا تعاملنا معها سابقا هي كانت String, Integer, Byte, Long كل هذو اللي احنا نسميهم بالPermitive Data اللي هي البيانات الاساسية والبداية البيانات ما راح نأتي مدفقة على الPermitive Data في نوع من البيانات المعقدة تكون اللي هي الCollection هذه البيانات تقسم نوعين Mutable Immutable Mutable بمعنى انه شنو قابل للتعديل Immutable معناته انه غير قابل للتعديل طبعا هذا الموضوع حتى تفهمها راح نوضح لك هي بس خلي في بالك انت في Data Collection مواتل كوتلين راح نتعلف على أربع عناصر أساسية اللي هي راح تكون Array والList والSet والMap مبدئيا راح نبرش 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 شوية Array وننتقل للبقية ايضا اذا اول واحد راح يكون هو Array Array مثل الحاوية يعني عاصل مثال انت عندك مجموعة أغراض متبعثرة في البيت فتحب انه تلمهم كلتهم تضع في مكان واحد فأكيد راح تحتاجي لصندوق Cartoon فتجيب هذا الصندوق وتضع كل هاي الأشياء بداخلها تمام بدل ما تكون تبقى مبعثرة واحد واحد تجلبها لا انت تدخليها بداخل الصندوق وكل مرة تحتاج شيء معين تستخرج من الصندوق فهذا هي فكرة الArray فهنا اذا جئنا عملنا متغير متغير راح يكون Val على سبيل المثال نقول هنا أنا Names طيب هذا Names شون انا عرفه كArray راح اقول له Array Off Array Off في داخلها اجي اعرف القيم اللي اريدها على سبيل المثال محمد و فارزة عيسى فارزة حميد طبعا تريد تضيف اكثر عادي هالشكل هاي الطريقة عني ممكن انه اعرفها اضافة الى ذلك عني ممكن اعرف مع Data Type شون اعرفه مع Data Type بسيط جدا هو نفسها هو نفسها مثلا هذا Names هو نفسها بس هنا راح اضيف اكبر اصغر وتقول له شنو تقول له String هذا للتأكد للتأكيد تذكرون شنو نعرف متغيرات شنو نرأسا نقدر نعرفها ونقدر نضيف Data Type ايضا هننا هذا الري راح يكون شنو نوع String طيب والأعلى ايضا نوع String بس هنا ندع انطينا ملاحظة نوع String بس لا اكثر لا اقل هذا الفكرة الاساسية من عندها ماشي طيب هذا انا شنو اقدر اوصل للعناصر مالتا يعني انا مثلا اذا اجيت هنا قلت print print بهذا الشكل واجي مثلا رأسا اقول شنو اقول هنا names تمام واجي اقول هنا على سبيل مثال run اوكي فمن اجي اقول على names run فشي يقول بهذه الشكل انه هو عبار عن Java Lang String وينطيني ارقام طبعا هنا انا مطبع لي المحتوى مالتا اوكي اهن انا اذا اوصل لا اي عنصر من هاي العناصر فلازم انا احدد شنو المكان مالتا الانديكس مالتا اوكي العنصر هذا وين موجود الاري هو بلغة الكمبيوتر فالكمبيوتر لما يجي يحسب الاعداد مو مثل الانسان واحد اثنين ثلاثة لا صفر واحد اثنين اوكي يعني اذا اريد محمد فأني لازم هنا احدد للصفر فاشا اقول اعمل اقواس مربعة واخل في داخل هالصفر فبالتالي اطبع لي محمد اول عنصر اللي هو محمد ماشي فطبع لي محمد اذا اريد عيسى اقول واحد فرح يطبع لي شنو يطبع لي عيسى واذا اريد حميد ارح اقول اثنين وهكذا اذا انا بهاي الصيغة اقدر اوصل الاري ممكن نتعامل وياها كميوتبل بمعنى انه يقدر انظيف عليها قيام على صبي مثال هنا عندي حميد يعني محمد عيسى حميد طبعا اذا اردت اعدل عليها اوكي فاقدر استخدم شنو مجموعة من الفنكشنات اللي تجي معها يعني عندي ست شوف عندي سايز عندي عندي traitor مثلا هاي راح نجيها خلن اختار مثلا ست راح اقول صفر واحد اثنين تمام الاثنين اني انطيل شوف هذا يقول لك شنو قيمتين اريد الانديكس المكان اللي تريد تعدل عليه والقيمة اللي تريد تضيف ها راح اقول مثلا هنا راح يكون عيسى اوكي فمن اجي اني مثلا اريد اوكي فخلني اجي نعمل الراين هنا شوف جاب لي عيسى 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 هي القيمة هذه اللي هو الاول رقم واحد هنا و ايضا الرقم اثنين اللي هو هذا حميد مفروض كان يكون بس اتحول الى عيسى شوف اذا جيت عمت لك كومنت فرح يرجع لك الى شنو رح رح رجع لك يا الى حميد شوف عيسى حميد اقدر ايضا اجلب البيانات باستخدام من get يعني اذا جيت هنا مثلا print names 2 يعني كاتب هنا اعيد اقول dot get وانطين الاندكس الاندكس 012 اردية اثنين اقول ايا بهالشكل خلني جينا نقول لمرت الاخران فرح يجيب لي شنو مرت لخ عيسى جاب لي اوكي لين ليش هنا احنا عملنا set لها طبعا اذا انت سويت لك comment فرح يرجع لك شنو رح يرجع لك حميد فاذن انا اقدر اعدل على البيانات اللي موجودة في داخلها اضافة الى ذلك اقدر احصل size مال البيانات يعني اذا جيت هنا انا مثلا قلت لشنو dot size size شنو معناتها يعني شوف لي كم عنصر موجودة بداخل يعني ممكن يكون عندي بيانات جالبها من ال database وقاعد البيانات فريد اعرف كم عنصر موجودة بداخلها شوف اش قال لي ثلاثة ثلاثة عناصر انت عندك خلي نعمل هذا comment انا نجي نعمل هنا هذا ثلاثة عناصر موجودة بداخلهم طيب اذا انا حبيت انه ما اجي مثل هذا كنت اجيب هم واحد واحد اطبعهم اذا يريد اطبع بالمجمل فبالتالي اش راح اصوي هنا نعمل هذا comment نجي هنا هذا ما نعمل comment حتى يبقى ذاك حميد يرجى مثل مكان ف اقول لفور اضيف متغير هذي العناصر فمثلا اقول لأكس ان الأكس راح يدخل في ان في هذا الاسم اقواس شريد من عندك تطبع لي فاقدر اقول لأهن مثلا خلي نقول print line لش يقول print اطبع لي منه اطبع لي الأكس لان الأكس هو اللي راح يدخل بالنيمز وكل مرة راح يطبع لي اسم من هذا الاسم فاذا هالشكل الان راح اطبع الكل فرح يظهر لي محمد عيسى حميد اوكي شوف طبع لي ايهم بالمجمل تمام عندي ايضا اقدر اتأكد انه هذا الالمنت موجود ولا لا شلون عن طريق الان ايضا يعني مثلا اقول لأ اف اذا انطيلة مثلا اريد اتأكد انه محمد موجود فاقول لشنو هنا اف محمد ان منو الاسم تمام فاطبع لي شنو على سبيل مثال اطبع لي شنو انقل مثلا يس او فاوند فاوند هذا اوكي شوف ظهر لي شنو عندك يس جميل ممكن ممكن ايضا اذا انا عندي على سبيل مثال مجموعة من القيم خلني نأخذ مثلا هذا ال names من وننزل الاسفل هنا ونجي هذول نعملهم هنا comment اوكي والnames خلي انكرر محمد مرت الاخ هنا اوكي فصار عندي اثنين محمد فاذا جيت هذا الفور خلي نجيب هنانا ونرفع ال comment من عنده بعد الصيغة تمام خليجي نحاول نطبعها من جديد لاحظ محمد عيسى حميد لاحظت اشلون محمد عيسى حميد طيب وهذا محمد ليش ماد يطبعه لانه هذا الاري ما رح يسمح بتكرار الكلام يعني ما يسمح انه قيمتين موجودة واثنين متشابهين اوكي ما رح يقبل بهذا الشي تمام فلذلك بالاري انتبه ما رح يقدر يجلب لك الكلمات المتشابهة او مثلا اذا كان عندك مكرر هذا الشي ما يقبل في الاري طبعا هنا انت عندك النامز خلي نقول dot اه اه not هنا ما هنا خلي اعملك اياها اه خلي نعملها بشكل مفصل الي هو شنو is empty اوكي ال is empty شنو الفكرة من عنده انه يتأكد لك او يتحقق لك اذا كان هذا الاري فارغ ولا لا طبعا هذا الاري حاليا ليست بفارغ صح فاذا جيت هنا مثلا قلت print line وخليت هذا is empty في داخل ها اوكي يعني هذا sorry هالشكل is empty خلي نجي هنا نمر طلق نعمل شنو run فرح يتبع لي الاسماء وايضا يتأكد لي اذا هو فارغ ولا لا شوف رجع لي شنو false هذه اوقات اتفيدنا احنا في البرمجة على سبيل مثال انا اريد اتأكد انه list موجود يعني الاري موجود بها عناصر ولا لا اذا موجود بها عناصر يؤدي الى كذا شي اذا غير موجود فارغ العناصر فمفروض ما يتفعل او مثلا اظهر notification اشعار للمستخدم انه انت الاري مالتك فارغ ماشي هذا بالنسبة لموضوع عمات الاري اشتركوا في القناة